دعونا نتكلم في كل التفاصيل دي ولكن دعونا نتكلم عن عاجل إيرى الحادثة هم كم حادثة أو كم قصة؟ تسعة؟ هم تسع قصص ولكن كل قصة متشعبة حلو اللي شدك في التسع قصص عشان تكتبي عنهم في جرام كتير في أشكال الجريمة كتير صحيح اخترتهم بناءً عن إيه؟ اخترتهم بناءً أن هي قضايا هزة الرأي العام في قضايا كتير جدا هزة الرأي العام يعني أنت اختارتي أو كنت حريصة لأنك تختاري أشهر الأضايا اللي أثرت في الرأي العام مع تغيير بالضبط كده تنفيذ الكريمة أو الدوافع الدوافع هي الواقع وما تمش تغيير فيها أي حاجة لكن الشخصيات طبعاً زي ما أنا صرحت في الكتاب تم تغيير الأسامير الشخصيات تم تغيير بعد الأماكن وإن كنت زورت الأماكن الأصلية أول قصة بدأت فيها خالص وكان فيه أكتر برنامج شهير بنقعد نستنىه وإحنا صغيرين خلف الأسوار طبعاً الأستاذ راوية راشد وحتى أنا أهدتها يعني كتبت أهداء ليها وبلاصل أن الأبحاث الاستقصائية اللي كانت موجودة في البرامج الأستاذ وائل إبراشي الأستاذ عمرو ليسي في كمية عمليات استقصائية على الجرائم طبعاً عالم خطير بشكل كبير جداً وشيخ جداً على فكرة جداً الحادثة اللي كانت خلفها شقة الأموات القصة دي بالذات أنا كتبت عنها ودي كانت أكتر حادثة هزة الرأي العام سنة 2000 ترجمة نانسي قنقر